شبكة عبدالطيف الصراف لعرضة الأزياء الكويتية فوز الفهد بتصير ضجة في العالم العربي وتصبح هي الترند الأول لذلك تابع معنا سعرها وتفاصيلها أظهرت مقاطع الفيديو المتدولة لزفاف فوز الفهد وعبدالطيف الصراف شبكة العروس اللي بلغت قيمتها نحو 3 مليون درهم إماراتي حسب ما تم تداوله في العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مما أصار الكثير من التساؤلات عن هوية زوجها رجل الأعمال عبدالطيف الصراف وما هي قيمة مجوهرات العروس فوز الفهد قامت فوز الفهد بنشر العديد من مقاطع الفيديو من خلال حسابها الشخصي ولم تظهر عن شخصية أوصورة العريس وأظهرت بعض المقاطع المتدولة من شبكتها الفخمة اللي بتقدر تمنها بـ 3 مليون درهم إماراتي بالإضافة إلى خاتم الزواج السمين اسمه عبدالطيف أحمد عبدالطيف ويعمل رجل أعمال ومن الجنسية الكويتية ويظهرها بثماني سنوات ويعود نسبه إلى عائلة كويتية سرية وهو حفيد الملياردير الكويتي عبدالطيف الصراف ولكن للأسف لا تتوافر صور له على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت وإليكم مكونات وأسعار شبكة العروس فوز الفهد عقد العقد الأول 8-543-750 ألف ريال والعقد الثاني 836-250 ألف ريال بالنسبة للقرد فهو بمبلغ 223-125 ألف ريال وعبارة عن خاتمين الخاتم الأول بـ 757-750 ألف ريال والخاتم الثاني بـ 147-750 ألف ريال بالإضافة إلى خاتم الخطبة ذات الفص الكبير الذي لا نعلم سعره لغاية الآن فيبلغ إجمالي شبكة العروس فوز الفهد من رجل الأعمال عبداللطيف الصرف حوالي أو ما يقارب 3 مليون ريال والنشرات الفاشيونست الكويتية فوز الفهد صورة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي من حفل زفافها دون إظهار وجه العريس أيضا الأمر الذي أصار تافعلا على موقع التواصل الاجتماعي لمعرفة هويته لكن اكتفت فوز بالتعليق على الصورة بـ 17-23-20 هو اليوم الذي جعلني أسعد امرأة في العالم ولكن الانتقادات التي وجهت إلى الفاشيونست الكويتية فهد الفوز لن تخلو من موقع التواصل الاجتماعي استمى انتقاد فستانيها الذي كان أو به فتحة صدر كبيرة يكشف نصف صدرها والجميع أجمعوا أن هذا الفستان لا يليق بحفل زفاف من رجل أعمال كويتي متربي على العادات والتقاليد الكويتية وأصبح العنوان فهد الفوز بتستقبل زواجها بفستان كشفة عن صدرها بشكل فاضح هذا هو العنوان الذي يوجد في جميع المواقع الأكترونية اليوم بخصوص حفل زفاف فوز الفهد حفل زفاف فوز الفهد كان بشكل عائلي جدا ولما يحضر فيه إلا المقربين اسمها الحقيقي فوز عدنين الفهد من موليد 1990 الكويت وعمرها 30 عام وهي عريضة أزياء كويتية ولديها العديد من أصالونات التجميل في الكويت ولها شهر واسعة في العالم العربي بسبب النصايح اللي بتقوم بتأديمه